مرحبا بكم حتى لو قمت بمحاولة التحكم في كل شيء فبعض المواقف المحرجة تحدث دون سابق انذار تحرص دائما نجمات الفن على الظهور باطلالات مميزة يبهرن بها جمهورهن وقد ينفقن اغلب اموالهن من اجل الحفاظ عليها الا ان بعضهن يتعرضن لبعض المواقف المحرجة التي تباغدهن كما تباغد الجميع في اي وقت وفي اي مكان الى ان طغت مواقفهن المحرجة على اطلالتهم وخطفت من خلالها الانظار ها هو اكثر من موقف محرج حدث لمطربين كبار على خشبة المسرح ولكن قبل ان نبدأ الفيديو فضلا وليس امرا ادعمون بلايك للفيديو واشتراك بالقناة وتفعيل جرس الاشعارات وهيا بنا لنبدأ في الموقف الاول اليسا تعرضت الفنانة اليسا للسقوط المفاجئ في حفلها في دبي دون اي ساب واضح وقد تعرضت للاغماء لتثر دجة اعلامية لم يتم الافصاح عن السبب سوى بعد مدة زمنية ليتبين ان ساب السقوط هو الجرعة الكيميائية في علاجها في الموقف الثاني نانسي عجرم صعد شاب الى المسرح اثناء حفل نانسي عجرم في لندن ليطلب منها صورة تذكرية معه وقد حاول الامن منعه وابعاده عنها ولكنها منعة من ذلك وسمحت له باخذ صورة معها لكنها تعرضت للإحراج الشديد بعد ذلك حيث قام الشاب بتقبيلها وحضنها بعد اخذ الصورة في الموقف الثالث قازم الساهر يبدو انها ليست المرة الاولى والتي يخترق فيها الجمهور مسرح الفنان قازم الساهر بل اعتاد القيصر كما يطلق عليه معجبي على هذه التصرفات من محبيه ومعجبين لكنه دائما يحسن التصرف في مثل هذه الامور تعرض النجم الكبير قازم الساهر في حفله الاخير باسطنبول بان فتاة انقضت عليه من الخلف وهو مندمج بالغناء وعندما تيقن الامر طلب من الامن السماح لها بالتقاط صورة تذكرية معه مما زاد الحضور اعجابا بتصرفي هذا في الموقف الرابع جورج والسوف اثار سلطان الطلب جدلا واسعا اثناء حفله في الاردن في رأس السنة بحيث ظهر مقطع فيديو للفنان جورج والسوف يوقف الحفلة ويطلب من مرافقه اخراج احد الحضور من الحفلة لانه اشعل سجارة مما اثار غضب الجمهور الذي اعتبرها ايهانة وعدم احترام للحاضرين في الموقف الخامس ماجد المهندس تعرض النجم العراقي ماجد المهندس لموقف محجل للغاية اثناء احيائه حفلا في الطائف السعودية وذلك عندما اعتلت فتاة سعودية منقبة المسرح واحتضنته بقوة شديدة قبل ان يبعدها الامن وقد تمت محاكمة الفتاة من قبل الجهات المعنية في المملكة في الموقف السادسة نجوى كرم تعرضت شمس الاغنية للانتقادات بعد انتشار فيديو لها تطالف فيه الجمهور بعدم التصوير وتهدد بالمغادر وايقاف الحفلة الذي كانت تقيمه في السويد لكنها عللت ذلك بان الفنان عليه ايحافظ على مكانته وذلك من حقه لطالع الهواء يعمل معروف يوقي في اللايف ما له معروف اذا بتريده بكل محبة خلينا نضبط وما نتلع لايف واقفوا اللايف بعد بتقول بس مرة والله العزيم اذا بعد بتصور حدا لايف انا بترك المسرح في الموقف السابع ماريان فارس خطفت الفنانة ماريان فارس الاضواء في اول حفل لها منذ مدة طويلة بعد شفائها من مرضها وذلك عندما انهارت من البكاء على المسرح كان ذلك في حفل راس السنة في ابو ظبي لكنها اوضحت ان ساب البكاء واشتياقها للجمهور واستمرت في البكاء مجددا في الموقف الثامن شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب بعد زواجهما باسبوع واحد وفي حفل كانت تقيمه في المغرب ظهر حسام حبيب بشكل مفاجئ وصعد الى المسرح مع انغام العرس وغمر شيرين وقام بتقبيلها في لحظات رومانسية الفنانة العراقية شذا حسون ابدت تماسكا فريدا بعدما اشتبك ذيل فستانها مع كعب حذائها فسقطت على خشبة المسرح لم تستطع الوقوف الا بمساعدة الحراس الشخصيين لكنها لم تفرد في المايكروفون ولم تتوقف عن الغناء ابدا في الموقف العاشر والاخير هيفاء وهبي سقطت الفنانة هيفاء وهبي على مسرح سار اكاديمي في الموسم الرابع من عام 2008 ولم تتدارك الموقف سريعا حيث اتجه لها المصورون والقائمون على المسرح لمساعدتها على الوقوف مجددا وفي الاخير لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة فهذا يساعدنا كثيرا دمتم بمحبة الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته